مليون سائح في الست شهور اللي فاتوا واعتقد اللي 4 مليون سائح مواطن مصري اللي بيعملوا في قطاع السياحة هم لمسين وحاسين بدا وانت لو سفرت لأي منتجع النهاردة داخل مصر هتحس بوجود السياحة يعني يا رب يديم علينا الهدوء والاستقرار الاقتصادي بهذا الشكل ويبدأ الشعب اللي دفع ضريبة مؤلمة للإصلاح الاقتصادي يبدأ يجني سموار الإصلاح الاقتصادي في الفترة دي كان فيه مطربة امريكية شعيرة اسمها إليشيا كيز